وذكرتها الداخلية السعودية وأسلحة نارية وذخيرة تعرض بعضها للإحتراق والانفجار في السيارة التي تعقبتها قوات الأمن بمحافظة القطيف واحترقت بعد التعامل معها وذكرت وزارة الداخلية السعودية أنها تتحقق من هوية شخصين قتلة في السيارة وأضافت أن السيارة التي تم التعامل معها سرقت من الأحزاء قبل خمسة أشهر وتم استخدامها في جرائم إرهابية وجنائية في محافظة القطيف قالت السفارة الأمريكية في بغداد أنه بعد مرور مئة يوم على انطلاق عملية تحرير غرب الموصل فأن القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي تواصل التقدم على حساب داعش هذا وتؤدي فرق الهندسة العسكرية في الجيش العراقي دورا مهما في دعم تقدم القوات باتجاه آخر معاقل تنظيم داعش في المدينة القديمة غرب الموصل حيث تعمل على تحسين مواقع القوات وتفتح السواتر وتعمل على تطهيرها من العبوات الناسفة والمتفجرات حذر القيادي في ميليشيا عصائب أهل الحق جوادت لباوي حذر رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني من مغبة تحريد القوات الأمريكية على استهداف مقاتلي ميليشيا الحشد في جبهات القتال وقالت لباوي في بيان أن للشان اللبناني حيث أكد وزير الداخلية لبناني نهاد المشنوق أن أي قانون انتخابي جديد يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل لتنفيذه وكان رئيس الجمهورية أطلق عمل المجلس النيابي لإقرار قانون انتخابي أهلا بكم من جديد ينتظر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 2600 وحدة استيطانية في أماكن مختلفة من الضفات الغربية حسب ما تنقلته وسائل أعلام إسرائيلية وكان البرلمان الأوروبي دان الشهر الماضي سياسة الاستيطاني ودع نواب أوربيون إسرائيل إلى وقف فوري لبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية لكون الاستيطان يعيق مساعي السلام هذا وأدى ربع مليون فلسطيني صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية التي حالت دون وصول منهم أقل من أربعين عاما إلى المسجد أفاد متحدث باسم التحالف الدولي أن نحو 200 ألف شخص غادروا مدينة الرقة السورية مع استعداد التحالف وحلفائه من المقاتلين الأكراد والعرب لشن هجوم عليها وفيما تستمر تدعيات زلزال انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتفاؤله حيال إمكانية التوصل إلى تسوية في الأثناء أجمع الدول أوروبا مع صين والهند واليابان على التمسك بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه نهاية عام 2015 في العاصمة الفرنسية من أجل وقفه بالوضع سقف لانبعاثات غازات الكربون والحد من ارتفاع حرارة الأرض الطقس مع زميلتنا هبا تفضلي هبا مساء خير مساء خير ميسون شكرا أهلا بكم من جديد الأجواء المغبرة أيضا تؤثر على مصر أغلب المناطق المصرية تتأثر بحركة الرياح المغبرة هذه بالتالي خطر تدني مدى الرؤية الأفقية قائمة حتى عدامها بسبب هذا الغبار الكثيف المنتشر على كافة المناطق إذن هذا اللون البني يشير إلى هذه الكميات الكبيرة المحملة من الأتربة إلى أغلب المناطق المصرية السحب الرعدية الممطرة اختفاء كل لها بعد أن كانت تؤثر على بعض الأزاء الشمالية تبقى الأجواء صحوة بعيدة عن تأثيرات السحب الممطرة لهذا اليوم لكن السحب العابرة ستؤثر على العديد من مدن مصر كما هو الحال بالنسبة لبورسا عيد سحب عالية في سمائها العريش أجواء غائمة جزئيا أيضا الإسكندرية لكن تبقى صحوة بالنسبة للقاهرة والسويس مع مستويات ثلاثينية في درجات الحرارة شرم الشيخ تصل إلى الثلاثين الغردقة تتخطاها بثلاث درجات مئوية أيضا الأجواء صحوة كليا درجات الحرارة أو مستويات درجات الحرارة تنخفت في ساعات الليل عن المستويات العشرينية لتصبح الأجواء أكثر اعتدالا إلى هنا مشاهدين نكون وصلنا إلى ختم فقرتنا الجوية وإلى اللقاء ينخرط مجموعة من المهندسين السعوديين في عمارة المسجد الحرام ويتعمقون في جذور المهنة برفقة كبار المختصين في المجال المعماري وتعد توسعة المسجد الحرام فرصة لا تتعوض أمام الشباب الملتحق حديثا بالعمل بل مناسبة ينبغي استثمارها كما يرويها لنا هذا التقرير من سلسلة تقاريرنا في رمضان وجوه من الحرمين دائما مع الزميل خميس الزهراني متفائلة بتسبيع في أمان الله في سوريا أيضا أعلن متحدث بسم التحالف الدولي تعزيز قاعدة التنف السورية في مواجهة تهديد الميليشيات الموالية للنظام في الوقت الذي تحولت فيه البادية إلى منطقة صراع على السيطرة بين أطراف الصراع السوري كوريا مشددا على ضرورة أن تصبح مناطق خفض التصعيد نموذجا للحوال نبقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي نفى الاتهامات بسعي بلاده للتأثير على نتيجة الانتخابات خصوصا في الولايات المتحدة وفرنسا ولكنه لم يستبعد أن يكون قراصنة روس وصفهم بالوطنيين ضالعين في هجمات للتأثير على الانتخابات ترجمة نانسي قنقر